لنبدأ من الشأن الداخلي من الشأن الداخلي هذا لابد أنه كما ذكرنا في التقرير محاولة لنزع شرعية ميشيل عون كشخصية جامعة التي وحدت لبنان في الانتخابات الماضية وكرئيس جمهورية هذا من الشأن الداخلي ومن شأنه أيضا تعزيز مواقع الانتخابية والحجد الانتخابي لكل من طيار المستقبل وأيضا طيار القوات بما معناه 14 أضار معسكر 14 أضار من ناحية أخرى نقرأ على المستوى العام أن هذا المشهد لورين يعيد للذاكرة أشهاد مشهد أبانا عام 2008 قبل اتفاق الدوحة مشهد أبانا الاتفاق الطائف أي إعادة بلورة من ناحية مازال حزب الله متمسك في وسط العصى يقول أنا من أسهل وأنا من أو عرقل من ناحية فهو لا يريد دخول الابراجماتية علما أن كل الأطراف الإقليمية إن كانت في سوريا إن كانت ما بين السعودية وإيران إن كان ما بين العراقيين أنفسهم يدخلون إلى طاولة حوار ويجلسون لبلورة القواعد من جديد نحن نشاهد في لبنان هذا ليس موجودا نشاهد أن الجميع يريد التصعيد جعجع من ناحية وليد جنوبلاد من ناحية التحالف وإن كنا نريد أن ندقق تحديداً عروا ركز على أن قال بأن اجتماع للحكومة هو الحل للخروج من هذه الأزمة بداية هذا التعزيز لموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وثانياً هي تعزيز لموقف معسكر 14 أضار من ناحية هنالك أشخاص يبدين أن لنكن أيضاً واضحين عندما كان خطاب ميشيل عون هو هاجم حركة أمل ولكن بعد بأيام جلس واصطلح مع حركة أمل أيضاً لنكون أيضاً واضحين يأتي هذا السياق تصريحات وليد جنوبلاد تفيد بأنه يريد عملياً حوار جداً جدي يفضي إلى حل الأزمة الاقتصادية حل العرقلة السياسية ولكن هو في ذات الوقت أيضاً من المعرقلين وضع كل قضية لنكون أيضاً واضحين معسكر 14 أضار عندما هوجم من القاضي السابق لقضية مرفأ بيروت وطولب أن يتم تنحيته لتستمرار الحكومة تم الاستجابة إلى ذلك لماذا الآن تعرقل هذه الطلبات؟ إذن هناك من الطرفين احتدام هناك من الطرفين تصعيد وتصريحات بولي جنوبلاد أتت لتضيف أيضاً كما يقولون يسكب البنزين على النار فهذه الأجواء التي تدخل بها لبنان ولكن لنعود مرة أخرى أن هذه الأجواء هي بلا شك أن تعيد للذاكرة اتفاق الدوحة ولكن لنستثني سوريا الدور السوري هناك من دخل مكان سوريا اليوم وهذا شيء بواقع الأمر الوحيد وهو المستفيد الوحيد لحد الآن من كل هذا المشهد للحقيقة هو حركة أمل حركة أمل جالسة على الحياد هي من ناحية تلاطف ولي جنوبلاد تلاطف مقاتي ومن ناحية أخرى تدخل أكثر مع عون تارة سجال تدخل أيضاً لمفاوضات ومن ناحية أخرى هي لا تعرم أن إضعاف حزب الله أيضاً سيسكب في مصلحتها في نهاية الأمر فهي الند الآخر نعم عرب وكانت هناك أيضاً قبل الساعات مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعني بالطبع تطرقاً للأزمة اللبنانية ولكن هذا التنسيق السعودي الفرنسي عروى برأيك هل يمكن أن يحلحل هذه الأزمة أم يعقد المشهد أكثر فاكثر؟ للقوة الخارجية هناك أهداف عديدة سواء كان معسكر إيران سواء كان معسكر الأوروبيين سواء كان أي معسكر معسكر دول الخليج ولكن لنكن واضحين أن حتى هذه المباحثات ومبادرة ماكرون التي أجهضت عملياً باستقالة حكومة حسان دياب واستقالة أيضاً حكومة سعد الحريري مبادرة السعودية على مستوى سعد الحريري أيضاً كانت فيها عرقلة وكان هناك تعطيل من يقف اليوم العملياً الحزب الذي لا يمكن استثناءه والحزب الذي هو المفصلي على الساحة اللبنانية هو حزب الله من ناحية لهو يعرقل وهو يعطل شكراً المرسلات 24 نيوز عروسيف شكراً جزيلاً لك